التقى الرائد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة ودورها في تنمية العلاقات بين الجانبين متطلعا سمو إلى تعزيز السبل الرامية لتحقيق شراكة المستدامة بين قوة الحرس الملكي الخاصة والجيش الفرنسي والتي تساهم في تعزيز التعاون المشترك لتنمية العلاقات وتوحيد العمل المشترك بما يحقق الأسلوب المثالي للتدريبات القتالية العسكرية والذي ينعكس بدوره على رفع الكفاءة وتطوير القدرات والخبرات القتالية لدى عناصر وأفراد قوة الحرس الملكي الخاصة وقد أعرب سمو عن شكره وتقديره للجنرال دوفريتش على الجهود المبذولة لدعم عملية التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات كما يحقق دعما أكبر للشاركة بين الجانبين ويصهم في تنمية العلاقات المشتركة التي تساهم في تحقيق الأهداف والتطلعات على صعيد التدريب العسكري في ختام اللقاء تبادل سمو الدروعة التذكارية بهذه المناسبة مع الجنرال دوفريتش مدير إدارة التعاون الدولي بالجيش الفرنسي من جانبه عبر الجنرال عن شكره وتقديره للرائد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مثمنا دور سموه الداعم لفتح أفاق أرحب للتعاون المشترك مع فرنسا في المجال العسكري خاصة على صعيد التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والذي من شأنه أن يعزز العلاقة البحرانية الفرنسية في هذا المجال ويصم في تقوية الروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين